أكدت مملكة البحرين أهمية تعزيز التعاون الطبي والصحي مع المملكة العربية السعودية في كافة الأطور المؤسسية وخصوصا نظام الضمان الصحي الذي تعمل المملكة تاني على تطبيقه جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور وزيرة الصحة سعادة الأستاذ فائقة بن سعيد الصالح مع معالي الدكتور توفيق فوزان الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للمملكة اجتمع رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة وبحضور وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح مع معالي الدكتور توفيق فوزان الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للمملكة بهدف الاطلاع على الخدمات الصحية وملامح النظام الصحي بمملكة البحرين في سبيل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين وذلك بحضور قياديي الهيئات الصحية في كلا البلدين أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة عن اعتزازهما بتوجيهات عاهل البلاد المفدة وحكومته الرشيدة لتطوير كافة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصا على صعيد القطاع الصحي والطبي كما أشادا بالنهضة الصحية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الحقيقة أننا نتشاغلين على نفس الموضوع موضوع ضمان الصحي والبحرين وموضوع ضمان الصحي في السعودية كل واحد عندها تجربة أفكار كل واحد عندها طرقة في الحقيقة أن الفرصة أننا نلتقي والناقش خططنا هذا يصير مفيد للجهتين على ذلك أنها تثري التجربة وكل واحد يستفيد منه عند الآخر بحيث أن يكون النظام في النهاية أقوى وأكفأ وأنسب للمواطنين ثم استعرض الجانب البحريني مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية وفي مقدمتها الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين 2016-2025 والتي تشكل إحدى المبادرات الوطنية المهمة حيث جاءت الخطة مبنية على أسس واضحة ومن أهمها الجودة في تقديم الخدمات الصحية والاستدامة والاختيار والعدالة لضمان أن تكون الخدمة الصحية بجودة عالية وآمنة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي الذي يهدف إلى بناء نظام صحي متميز يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية هذا إلى جانب الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والتطويرات الكبيرة التي شملتها هذه الزيارة بناء على الاتفاق معهم في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وخاصة نحن في إطار الإصلاح في المجال الصحي من حيث الضمان الصحي وأيضا في تسير الذاتي فهناك تجربة عند المملكة العربية السعودية وحبينا أن نستفيد من هذه التجربة وخاصة نحن في السنة الماضية كان هناك لقاء أيضا مشترك مع لي في منظمة الصحة العالمية في جينيف حيث كان في لقاء جانبي لتبادل الخبرات وحبينا أيضا من خلال هذا اللقاء أن نستفيد منهم بشكل أوسع وأكثر في هذا الاجتماع في المملكة البحرين من جانبه أشار وفد المملكة العربية السعودية إلى أن وزارة الصحة أطلقت مؤخرا العديد من المبادرات الجديدة والنوعية التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني عشرين عشرين كما نعلم التعاون كبير بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في عدة جوانب ومنها الجوانب الصحية ونحن أتينا لبحث سبل التعاون وتعزيزها في جميع الجوانب التي تعلق بالصحة ومواطيع التحول في الجانب الصحي القادمة في البلدين ونرى هناك فرص للتعاون كبيرة على الصعيد ذاته قام وزير الصحة السعودي بزيارة مركز يوسف انجينير الصحي وللطلاع على مختلف مرافق وخدمات المركز حيث أشاد الدكتور الربيعة بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة البحرينية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين المقدمة في المراكز الصحية بالرعاية الأولية وتعد من الخدمات المتقدمة والنموذجية اليوم الآن في زيارة لمركز يوسف انجينير الصحي وحيكتا سروت بالخدمات المقدمة مركز خدمات حيكتا كثيرة ومتعددة ويخدم المنطقة بشكل جيد وكذلك حيكتا اطلعته كذلك عن النظام التقني مستخدم وحيكتا نظام متطور ويسهل بالتأكيد لخدمات المواطنين واللي لاحظت بسهولة أخذ الموعد ومتابعة التحارير والنتائج ووهنا حيكتا البحرين على هذا النظام وبالتأكيد نسعى إلى التعاون في جميع المجالات بيننا وبين الأحبة في البحرين من جانبه أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية من خلال البرامج الحديثة والتقنيات العالمية الرقمية واستنادا على الدراسات العالمية في النظم الصحية مشيرا إلى السعي الدؤوب للمحافظة على هذه المستويات العالية في تقديم الخدمات الصحية ومن جانبها ذكرت الوزيرة فائق الصالح بأن وزارة الصحة أطلقت مؤخرا مشروع اختر طبيب وقريبا سيطبق على جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة حيث يمكن الأفراد التابعين للمركز والقاطنين من التسجيل الإلكتروني من اختيار طبيب العائلة والاستفادة من خدماته بالدخول شخصيا على موقع الوزارة الإلكتروني وفي ختام الزيارة أكد الوفد السعودي تطلعه لزيادة فرص التعاون في المستقبل القريب من أجل النهوض بالخدمات الصحية من الجانبين